السلام عليكم كنت بقرأ في كتاب الديداخي لقيته بيقول لا يأكل أحد من سر أفخرستيتكم غير المعتمدين باسم الرب لأن الرب قال بخصوص هذا لا تعطوا القدس للكلاب يعني معنى كده إن غير المعمد المعمودية الخاصة بتاعتهم ده كلب بحسب كلام الديداخي واللي بينقل عن كلام يسوع والديداخي ده المفروض إنه وكتب يسموه تعليم الرسل استكمالنا للحلقة السابقة من خطايا يسوع حابب أكلمكم عن خطية جديدة ليسوع واللي بيزعم أتباعه أو اللي بيعبدوه إنه هو بدون خطية وإن عصمته من الخطية دي دليل ألوهيته النص بيقول في إنجيل متل صح السابع العدد السادس لا تعطوا القدس للكلاب ده الكلام ده على لسان يسوع ولا ترموا درركم قدام الخنازير نص بيصف فيه يسوع المخالف له إنه هو كلب وخنزير رغم إنه رسالة بطرس الأولى 3 من 8 إلى 9 بتقول كونوا جميعا متحد الرأي بحس واحد ذوي محبة أخوية مشفقين لطفاء غير مجازين عن شر بشر أو شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترفوا بركة يسوع ما كانش مستني حد يشتمه يسوع ما شاء الله كان بيشتم الناس من غير ما حد يكلمه أصلا وعشان ما حدش يقول إن أنا راجل مسلم ومش فاهم الكتاب ومعنديش الروح القدس تعالوا نقرأ التفسير المسيحية بتقول إيه عن النص ده هبدأ بتفسير من ضمن كذا تفسير ركزه في اللي أنا بقوله تفسير الأب متى المسكين للنص ده تفسيره الإنجيل متى صفحة 294 فبيقول هنا يعطي المسيح الوجه المقابل لعدم الدينونة وكأن المسيح يقول ليس معنى أن لا ندين أخانا أن نعرض مقدساتنا للغرباء وأعداء الإيمان لأن مفهوم الكلاب بالنسبة لليهود هم الأنجاس ده يسوع هو اللي بيقول كده وكذلك الخنازير فغير مصرح أن نتساهل مع الذين على مستوى الكلاب والخنازير في النجاسة بأن ندعوهم يطلعون على مقدساتنا أو نكشف لهم أسرار الله الخاصة بالإيمان والحياة الأبدية والملكون أنا الفكرة كلها بالنسبة لي أنه مجرد ما بقى مخالف ليك بقى كلبه خنزير مجرد أنه يكلفك بس بتشتمه وتصفه بصفات النجاسة بحسب الكتاب المقدس وماليش دعوة بكلام اليهود ده كلام يسوع بيقر عليه بشكل واضح وكان الطبيعي أن يسوع يصحح الأمثلة دي لو هي غلط لكن من الواضح أن يسوع كان ماشي على هوى اليهود وكان بيعمل اللي هم عايزينه في الأمثلة اللي زي دي واللي احنا عرضناه قبل كده واللي هادلة من العهد الأدين تعالوا نشوف بقى سكرتير المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية سابقاً الأنبى بشوي هو مات في كتابه المسيح مشتهى الأجيال صفحة 388 فبيقول أكمل السيد المسيح تعليقه قائلاً حط نص وبعدين قال أراد السيد المسيح أن يحذر تلاميذه من التفريط في الأشياء والأمور والأسرار المقدسة عندهم يعني هناك من الأمور ما ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان ولا يبوح بها للآخرين لكي لا يساء استخدامها زي سر التناول كده اللي بيأكلوا فيه جسد الله ودم الله وحاشة لله طبعاً فخلاصة كلام الأنبى بشوي إن الآخرين بالنسبة ليسوع كلاب وخنزير ما ينفعش تحط لهم الحاجة المقدسة بتاعتك قدامهم أو تتكلم عنها بشكل واضح تعالوا نقرأ أيضاً تفسيره كومس تدرس يعقوب ملطف تفسيره الإنجيل بنت صفحة 176 فبيقول ففي نفس الوقت يسألنا السلوك بحكمة بقوله لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنزير كأنه يقول لنا اعرفوا ماذا تقدمون ولمن تقدمون يعرف الإنسان قيمة المقدسات والدرر الثمينة فلا يهبها في سزاجة لكل إنسان وإنما يعرف لمن يقدمها وكيف يقدمها يسوع صنف البشر لصنفين صنف إنسان وصنف كلب وخنزير ده بحسب التفسير المسيحية وإحنا عرضنا النص وتفسيره اللي بيتبع إيمان المسيح ده إنسان طب والباقي لا ده الكلاب وخنزير تعالوا نقرأ أيضا ما ورد في كتاب الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد وده تفسير صادر عن كنيسة ماري مرقص اللي في مصر الجديدة اللي كان فيها لمؤاخذة زكريا بطرس في الجزء الأول منها صفحة 71 بيقول الآتي ليس معنى البساطة والحب في التعامل مع الآخرين حتى لا ندينهم أن نتحدث عن الأسرار المقدسة في الكنيسة وأعمال الروح القدس أمام غير المؤمنين الذين لا يقدرون أهميتها وقد كانت الكنيسة قديما تغلق الأبواب بعد إخراج الموعوظين فيبقى المؤمنين فقط الذين ستناولون من الأسرار حلوة والله الكلام ده يعني للدرجة دي أنتوا بتبقوا محرجين من إظهار إيمانكم وانتوا بتاكلوا لمؤاخذة دم الله عفوا بتاكلوا جسد الله وتشربوا دمه فلازم غير المؤمنين يخرجوا عشان تعرفوا تاكلوا الجسد براحتكم وتشربوا الدم براحتكم ده التفاصيل المسيحية اللي بتقول الكلام ده مش كلامي التفاصيل المسيحية اللي بتقول أن الناس اللي بدخلوا يسمعوا العزة ماينفعش نعمل قدامهم أسرار الكنيسة زي التناول وغيره والكلاب هنا بترمز للناس اللي قاعدين بيتم وعظهم اللي هم غير المسيحيين اللي قاعدين جوا الكنيسة وده رسالة للمسلم اللي بيقولك أنا هروح أقعد أتفرق بالنسبة لهم بنص كلام يسوع انت كلب ولما تخرج هنعمل الاسرار عشان ما ينفعش نعملها قدامك لانك كلب وخنزير بحسب كلام يسوع وبحسب التفسير المسيحية وبعد كده بيقول الكلاب ترمز للهجوم فتمثل مقاوم الحق طب والخنزير لا تبدأ بعدم فهم تدوس وتنجس كل شيء لقذارتها فترمز لاحتقار الحق اي ان البساطة تقترن بالحكمة في التعامل مع الاخرين كل الكلام ده على غير المؤمنين غير المؤمن في التصور اليسوعي بحسب نص الانجيل هو شخص كلب وخنزير فقط اللي مؤمن بيسوع هو الانسان ومش بس كده طب حسب التصور اليهودي واليسوع بيمثله فاليهودي فقط هو الانسان طب وباقي الامم لا دول كلاب وخنزير ملناش دعوا بيهم في دقيرة معارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 430 بيقول قال الرب لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنزير في متة 7-6 والمرض بالقدس على الارجح هو لحوم الزبائح المقدسة التي لم يكن يحل أكلها إلا للكهنة في مكان مقدس أما المرض بالكلاب والخنزير لا دي حيوانات نجسة فهي الامم الذين لا يعرفون الله يا سلام يعني انت لمجرد انه هو غير مؤمن بقى كلب وخنزير القمس داود لمعي قال بصريح العبارة فان المقصود بالكلاب هم عبدة الشيطان وطبعا هو يقصد بعبدة الشيطان اي حد بيعبد حد جير يسوع طب ليه اختار اللفظ دا؟ عشان ما يبقاش صادم بالنسبة للنصارى ازاي يسوع هيشتم بصريح العبارة الناس كده فلازم نخفف من وطقة الصدمة تعالوا نسمع الفيديو الكلاب في زمن ربنا يسوع له المن كانت تقال على عبدة الشياطين الامم الوسانيين اللي بيعودوا الشيطان ممثل في الاوسان كانوا ساعات يسموهم الكلاب ويبدو كان عندهم بعض الامثلة زي مثلا لسه حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب كان عنية لما سمعت الكلمة دي وكانت عرفاها الزهر قالت له الكلاب تحت الميدا مستنية لقمة قال له يا امرأة عظيمة ان ايمانك لانت كده ايمانك عظيم لانك متوضعة وقبلت الكلام ده وبردو مستنى له لاتوقت ان تدسل الجلاب يعني ايه يعني ملاش تدي حاجة غالية لحد ما يقدرش تديش حاجة غالية لواحد ما يقدرش والخلاسية برضو كانت رمز الخطايا بتاعت الاوثان لانها كانت ضد الشريعة فربنا يسوع يقصد ايه يتعاون تختار الشخص اللي تدي له الحاجة المناسبة بالذات في الامور الروحية في ناس تتكلم عن ربنا مع اي شخص بس بطريقة ما فيهاش حكمة يقوم بدل ما يكسب اللقصاده يجيب اهانة لاسم ربنا لانه طرح القدس للكلاب وطرح الدرار قدام الخنازير الحقيقة الموضوع مش زي ما قال هو وصف كل الامم اللي هم غير اليهود بالكلاب والخنازير وابسط ضليل على كده ان لما المرأة الكنعانية قال لها ليس حسن ان يخذ خبز البنين ويطرح للكلاب قالت له الكلاب بتاكل من الفتاة فقال لها عظيم ان هو ايمانك يعني هو بيقر ان غير اليهود كلب والنص اللي احنا بنقرأه دلوقتي وعملين عنه الفيديو ده بيقول ان كلب وخنزير كمان والسؤال دلوقتي يا ترى الكنيسة الارثوذكسية ايه رأيها في غير المؤمنين هل هم كلاب وخنزير زي ما قال يسوع بحسب التفاسير الارثوذكسية المسيحية تعالوا نسمع تعليق الخمس داود داود سليمان وهو بيتكلم على ان اللي بيتعمد والمؤمن فقط انسان غير ذلك كلاب وخنزير لا تعتوا انخص للكتاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنزير هو سيد المسيح قال الكلام ده اثناء تجسله على الارض يعني الكلاب كان بترمي الزمال للنجاسة النجاسة لو حبينا نطبقها النهاردة القدس يعني بنقول القدسات للكنديسين قال ينفع حد يتناول ما يكونش مؤمن حد يتناول ما يكونش متعمد ينطبق عليها هزا الكلام معمودية وتوبة وإيمان يبقى الحق لي ان يكون يتناول يعني بيكون في صلح مع الآخرين فالمقصود ان احنا ما نفرطش في جسد الرب ودمه حتى الكاهن لما بيترسم في الهربعين يوم فيه وصايا مخصوص الموضوع ده وصايا مهمة جدا انه الكاهن ما يفرطش في جسد الرب الكنيسة النهاردة وبأوامر مباشرة من يسوع بتعتبر غير المؤمن كلبه خنزير طب والمسيحي لا ده إنسان عادي بتعتبر ان اللي بيتعمد وبياخد الأسرار المقدسة وبيكل لمؤاخذة جسد الله وبيشرب دمه هو فقط الإنسان طب والباقي؟ لا الباقي ده محروم ده الكلاب وخنزير ملناش علاقة بيها ويجي يقولك محبة مش عارف الله محبة إيه بصراحة تعالوا نختم بكلام القمص تدرس يا عقوب مالطي وهو بيزعم إن دي مش تيمة لكنه مجرد وصف أيضا بالنسبة للأشرار لا تعطي القدس للكلاب هو مش ما يقصدش إنه يشتم الشرير إنه يسميه كلب أو يسميه خنزير لكن بيقول الكلب ليه أكل يناسبه والخنزير ليه أكل يناسبه والغنماية ليه أكل يناسبه مش هجيب مثلا كلب ويجيب له حشيش ياكله لكن هذا العشب ياخده حمل فكل كائن كل خليقة ليه هل تناسبه القمص تدرس يا عقوب مالطي عايز يقول إن المقصود مش تيمة لكن وصف لهم إنه هما كلاب أكلهم مختلف عن الخنزير وعن بقى الحيوانات يعني عايز يحول الموضوع كله لمجرد اختلاف لكن مش قصد الشتيمة أو الإهانة رغم إن يسوع اختار حيوانين نجسين أصلا عند اليهود الكلب والخنزير فالموضوع ملوش علاقة باختلاف الطعام أو التعامل لكن النص له علاقة بالتقليل منهم وإنهم أنجاس لأن ده وصف اليهود ليهم النص ده هو ثاني نص أنا بتكلم عنه في سلسلة خطايا يسوع أو أخلاق يسوع إن شاء الله هكمل السلسلة دي من خطايا يسوع اللي بيزعم أتباعه أو اللي بيعبدوه إن هو ما عملش أي خطيئة وإن هو معصوم وإن ده دليل ألوهية في حين إن الأباء كانوا بيقولوا إن مريم معصومة من الخطيئة الأصلية أنا خلص التعليق النهاردة لو مهتم محتوى القناة اعمل اشتراك وفعل جرس وكتب تعليل لو عندك ولو عاستدعم محتوى القناة مديا ممكن من حل البتريون أو البيبال أو علامة الإنساب أسفل الفيديو لا تنسوني وأهلي من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته